السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأريكم طريقة صناعة الرخام الصناعي كما تلاحظون هذه النتيجة ستكون بهذا الشكل سنحتاج إلى بلاستيك رقيق جدا وسنقوم بتلسيق هذه الطريقة نحن بحاجة إلى قطع من الخشف سنقوم بتركيبها على شكل إطار بهذا الشكل اشتركوا في القناة كما هو معروف أن الرخام باهد الثمن في هذا الفيديو سأريك طريقة صناعتي باستعمال الأسمنة الأبيض فقط هذا الفيديو أصدقائي نتيجة المجموعة من الأبحاث التي قمت بها شخصياً لإيجاد طريقة لصناعات الرخام الآن هذا هو الأسمنة الأبيض التي سنحتاجه متوفف بريكاترا في جميع محالات بيع مواد البناء سنقوم بوضع السبغة مائية بأي شكل تفضل فالأهم أن تكون سبغة مائية ترجمة نانسي قنقر 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 حصلنا عليها الآن حصلنا على قطعة من الرخام بشكل صحيح جدا يمكنكم استعمالها في مطابق وفي الحمامات ومجموعة من الأشياء أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم طلبي الواحد أصدقائي هو دعمي بالضغط على الزر لايك ووضع تعليق محفز سأقوم بطرح مجموعة من الأفكار لكي تتوصلوا بكل جديد اضغطوا على الزر سبسكرايب والجرس والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة